باتفاق أو من دونه عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العزمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من شهر التشرين الأول أكتوبر المقبل وهو تعهد أعلن عنه منذ اليوم الأول لتوليه منصبه مجلس العمومي البريطاني كان المعرقل الأبرز لتمرير خطة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا مي حول بريكزيت ولتجاوز هذه العقبة طلب جونسون من ملكة بريطانيا تعليق أعمال البرلمان حتى الرابع عشر من شهر تشرين الأول أكتوبر كي لا يبقى أمام النواب لبريطانيين وقت كاف لإصدار قوانين من شأنها وقف الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق قرار جونسون حظي بموافقة الملكة البريطانية لكنه لقى انتقادا شديدا في الأوساط السياسية حيث اعتبره رئيس مجلس العموم جون بيركو انتهاكا للقيم الدستورية ورأى فيه زعيم حزب العمال جيرمي كوربين فضيحة وتهديدا للديمقراطية في المقابل أشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجونسون على خلفية هذا القرار مما لا شك فيه أن قرار جونسون أحدث شرخا في الساحة السياسية البريطانية لكن من غير الواضح بعد كيف ستكون التبعات في ظل الحديث عن سعي أطراف المعارضة لإسقاط الحكومة وهو أمر ليكون سهلا من نظر إلى الوقت المتاح أمام مجلس العموم لاتخاذ أي قرار ليشكل الخروج من دون اتفاق التخوف الأكبر بالنسبة للمعارضة بكل ما يحمله ذلك من تبعات على الجوانب الاقتصادية والسياسية ولسيما فيما يتعلق بمسائل المطارات والنقاط الحدودية ترجمة نانسي قنقر